اشتركوا في القناة لكن ان يتم الافصاع عن ضابطين قطريين فقط وان اعتبار هذه القوات قوات غازية ماذا بقي من مؤسسة عمل عسكري خليجي الاصل فيها ان تحمي جميع دول الخليج ان يفت في عددها من الدوحة طبعا للأسف الشديد بان هذه المكالمات الاربع عبرت عن عدم التزام قطر بالاتفاقيات الامنية واتفاقيات الدفاع المشترك وقوات درع الجزيرة اذ كيف ان يسرب مسؤول قطري معلومات عن درع الجزيرة لشخص صدر عليه حكم ارهابي خارج البحرين حاليا وظليع بالاعمال الارهابية في البحرين كيف لمسؤول ان يسرب هذه المعلومات عن عدد القوات المشاركة القطرية وذكرهم بضابطين وهالقوات درع الجزيرة التي دخلت لحماية المنشآت في مملكة البحرين الحيوية من المخاطر الخارجية تحتاج الى ضابطين من قطر وانما هذا مؤشر للأسف الشديد بالنسبة لي كمراقب هذا يعني من المتوقع واعتقد بان هناك الكثير في جعبة مملكة البحرين وانما نشهده اليوم هو جزء من هذا الكثير ولكن مملكة البحرين معروف عنها الحلم والروية والحكمة في التعامل مع وثائق الأخوة والوحدة الخليجية وهو ما دعت اعتقد مملكة البحرين بان لا تخرج هذا الامر بعد هذه المدة الا للتدليل على صحة المقاطعة لسياسات اثرت على اللحمة الخليجية واثرت على الوحدة الخليجية وللأسف الشديد سربت معلومات الدول لا تتنصل بهذه الطريقة من تعهداتها واتفاقياتها الأمنية نعم أستاذ فريد ماذا عن المؤامرات التي حيكت هاتفيا من أجل التأثير على الوضع في مملكة البحرين محاولة إسقاط النظام إثارة الفوضى والتخريب والإرهاب بتوفير دعم إعلامي أو غطاء إعلامي هل يبدو لك هذا الامر مفاجئا من قناة الجزيرة بالنسبة لي أبدا أنا مراقب وعايش الأحداث وسعيت وراء رفع راية مملكة البحرين في كل دول العالم وعارف إيش اللي كان يصير بالضبط وكنت أقرأ من ما يرسله في وسائل التواصل الاجتماعي بعض منهم يسموا نفسهم معارضة منهم يقرون باتصالاتهم مع مسؤولين قطريين وكنا نرصد ما يكتب حول هذا الشأن أو لقاءات أو ما يرسل في السوشيل ميديا إنما أنا كشخص عادي متتبع لدينا هذه الملاحظات ولكن كنا نتغاضى كنا نأمل بأن لا يأتيك الطعن من أخ شقيق معك في العمل في منطقة الخليج ولكن للأسف بأن ما جرى وتابعناه في الداخل والخارج يجد الجزيرة هي من تفصح نحن لا نحتاج حقيقة أن نبين أو نكشف بل الجزيرة هي من كشفت وقطر هي من قاطعت كل وسائل الوحدة الخليجية فبالتالي ما يحدث اليوم حقيقة هذا رأس الجليد ولم يكن بالنسبة لي أي مفاجأة وأنا أعرف بأن هناك المزيد ولكن نثق في حكمة القيادة في مملكة البحرين هذا فقط لإرسال رسالة قوية لمن يشكك في مدى صحة القرار الخليجي بإثناء قطر وهي بلد شقيق ونحن محبين لقطر ولشعب قطر ولكن بما لا يؤثر على وحدة وتطلعات الشعب الواحد في منطقة الخليج والشقيقة الكبرى في المملكة العربية السعودية حقيقة والشقيقة الإمارات والأشقاء أيضا في بندش التعاون الخليجي جميعا دون استثناء يعلمون يقينا هذه التدخلات يعلمون ولكن من منطق حرصهم على الوحدة الخليجية ومن منطق حرصنا على الوحدة الخليجية بين دول المجلس صبرت القيادة في البحرين طول هذا الوقت ولكن لا بد لأن نصل إلى نقطة أن تعدل هذه السياسات لا يمكن أن نسعى إلى وحدة خليجية وإلى تكامل وإلى نحن بنا الكثير من القواسم المشتركة مع قطر لا يمكن قطر أن تضحي بها بهذه السهولة ولدينا الكثير مع الشعب القطري لذلك نسأل الله لهم في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك الهداية حقيقة وأن لا تتعامل بهذا الاستعلاء عن الموقف من أشقائها موقف المقاطعة وموقف محب من دول محبة لقطر فهذا المنطق الاستعلاء والاستقواء بالخارج منطق فاشل وسوف يثبت التاريخ مدى فشل هذه السياسة وإنما البينة على من ادعى وإذا كنتم إحنا ندعي عليكم بهذه الممارسات وهذه بيناتنا فلنجلس ونناقش هذا الأمر لتصفية الأجواء الخليجية بجو من ما عهدناه داخل دولنا في مجلس التعاون الخليجي وهو دائما الوحدة هدفنا وهذا هو الصبر اللي تحلت بها مملكة البحرين والدول الخليجية الأخرى طول هذه للشقيقة اللي احنا نحبها جميعا نحبها ونحب شعبها دولة قطر شكرا جزيلا لك سعادة المستشار فريد غازي عضو مجلس النواب سابقا شكرا لحضورك